بنرحب بحضراتكم من جديد كلنا عارفين أهمية القراءة اللي مش بس بتوسع مدارك عقلك بتصقفك بتخليك تلف العالم كله وانت قاعد في مكانك لأ قد دي كمان مفيدة جدا للصحة العقلية وقد ايه بتساعد على تقوية الذاكرة ده غير انها كمان بتحسن حالتك النفسية ده مش كلامة على فكرة لأ ده وفقا لمجموعة من الدراسات العلمية اللي قالت انك كل ما قريت أكتر كل ما استفدت أكتر علشان كده محتاجين نتعلم مهارات القراءة السريعة اللي هتساعدك انك تقرأ أكبر عدد ممكن من الكتب في أقل وقت هنعرف بقى النهاردة ازاي نتقن مهارات القراءة السريعة من دكتورة ماروزكي مدرب معتمد في القراءة السريعة أهلا بيك يا دكتور من وراء من وراء دكتور كل سوى حركة طيبة ما هي القراءة السريعة سؤال أكيد ناس كتير وها بتشوفنا دلوقتي بيقولوا يعني ايه القراءة السريعة طميم هو أنا بس حابة الأول أعرف كلمة القراءة عشان نتطفق عليها عشان محتاج يقولي طب هي القراءة وتنفع تبقى سريعة أنا النهاردة لما بقول القراءة إن أنا بتكلم على مجموعة من الأجزاء الأول حاجة إن أنا طبعا بكون عارفة الرموز إن ألف بهته تاني حاجة إن أنا عارفة إن مثلا ألف وسين ودال دي أسد فهمة كلمة أسد دي يعني ايه تالت حاجة عملية التكامل بقى إن أنا مقاريت نص معين بدأت إن أنا ألاقي آه تمام النص ده أنا فهمة هو بيقول إيه رابع مرحلة إن أنا أربطه باللي أنا أعرفه يعني أنا مثلا صيدرانية لو قريت حاجة في البايو كامستري ممكن يكون مثلا بأخذها في سنة ثالثة أو كده أنا بربطها بالكيميا اللي أنا درستها السنين اللي قبل كده رابع مرحلة اللي هي التخزين وهي دي حاجة مهمة جدا دي خمس مرحلة كده نتالي خمس تمام لأن أنا لو بقول إن أنا قريت ومش فاكر حاجة فما فيش حاجة معا كده أنا كتبت بقى لنفاضي ومش شايف حاجة فالقراءة معناها إن أنا بخزن المعلومات دي دي بالنسبة للقراءة بشكل عام إحنا لسا كده مجناش للقراءة السريعة لأ ما هي دي قراءة السريعة دي كلمة القراءة تمام بس لو إحنا هنخزن إزاي يعني هل استيعابنا هيبقى إحنا مش عايزينه يبقى بشكل جزئي إحنا عايزينه يبقى بشكل كامل مية في المية ده ممكن يحصل في القراءة السريعة؟ بالضبط مع عشان كده أنا بدأت بتعريف القراءة السريعة هي القراءة دي مفيش فيها فصال عملية التخزين القراءة السريعة بتنمي كل الحاجات دي يعني أنا بشتغل على كل الحاجات دي وبسرعة وبكفاءة أعلى طيب سانة إحنا فهمت المعلومات فضل يعني يمكن زمانه إحنا صغارين ما عرفش يمكن كانوا بيتحاكوا علينا أو هم كانوا فاهمين غلط تمام يا ابني بتقرأ بسرعة عليه مش هتقل حق تحفظ كده ولا تفهم اللي انت بتقوله اقرأ بالراحة تمام واكتب واقرأ مرة واثنين وثلاثة تمام فكلمة القراءة السريعة متنقدة مع هذه النظرية فأيهما أصح هي زي ما قلت حكي هي القراءة أنا مش بس كمان تخزين لا استدعاء والاتصال يعني أنا مثلا النهاردة لما بتعلم حاجة حاليك مثلا تكون درستي في الكلية حاجة أو الطبيب بيبدأ إن هو يمارس ويشتغل فأنا بنمي قدراتك العقلية عشان تقدر تعمل الموضوع ده بكفاءة يعني أنا النهاردة قراءة السريعة هي العين دي مجرد ناقل يعني أنا عملية العين هي المعلومات محبوصة بين السطور أنا عايزة عيني تحول المعلومات دي فورا لعقلي عشان يبدأ يعمل العمليات دي فبتبدأ أول مرحلة إن أنا بدرب عينك إن هي طلقط الكلمات بسرعة طيب بعد كده وصلت لك مجموعة الكلمات دي وصلت لي 500 كلمة في الدقيقة هقدر إن أنا أعمل بقى الترابط والتكامل والكلام دي كله نبدأ إن مجرد أصلا إن إنت يعني أما بتبدأ توصل لسرعة العقل دي حاجة بتخليك تستويب أكتر لإن عقلنا مش زينا مش عايز يريح يعني أنا النهاردة سرعة تفكيري 500 كلمة إنت هجيب لي 200 كلمة مش هقولوا طيب خلاصت أمامه هادرك لأ أنا هركز في كل حاجة في الدنيا عشان عوضت 300 كلمة دول طيب إنت جبتلي 500 كلمة لأ هبدأ أركز في كامل تركيزي طيب أنا ببدأ أمرانك شوية بشوية بشوية بتبدأ إن إنت لأ خلاص إن أنا عايز أبدأ أستوي بالألف كلمة يعني هي حاجة لتميت القدرات العقلية طيب يا دكتور إحنا قلنا إحنا بندرب العين إنها توصل للمعلومات أو للكلمات وبعدين تنقلها للعقل طيب إيه التدريبات دي؟ إيه التدريبات دي؟ تدريبات دي؟ خلينا نحاول نقرأ بسرعة تمام هيا بتبقى حاجات بنبدأ إن إحنا نتدرب عليها في قراءة سريعة هي الفكرة إن أنا بفهم العين بتشتغل إزاي عرفت العين اشتغلت إزاي أقدر أدربها بعرف إيه اللي بيخلي عين تلقط 12 كلمة وإيه اللي يخلي عين تلقط 3 وإيه اللي يخلي يعني عين تلقط 1000 كلمة الفكرة إن العين ما بتنسبش كده على الكلام فأنا بما جدا نشوف العين بنقول إن هي بتاخد حاجة زي كدر يعني مثلا أنا عايزة أعمل بانوراما للمكان ده ببدأ إن أنا أخد كدر يعني وقف واسبت وأخد الكدر ده وبعدين أتنقل للكدر التاني هي دي بقى اللعبة اللي بندرب عليها العين يعني إحنا مثلا النهاردة أنا بسميها لقطة خلينا ناخدها بمثال عام خالص كده إن أنا نهاردة عايز أخد الحيطة دي في كذا صورة تمام أنا واحدة على الأدى حالي خالص هاخدها في كم في 12 صورة على براحتي بقى وفي الصورة هأضبط الكدر طب كده وبعدين أرجع أتنقل عشان أعمل الكدر التاني فالتنشر كدر ده يحيني وحيكي ربنا تمام طب أنا لو بروفاشنل أنا هعرف أصبط الكاميرا في كدرين وأخد الكدر في سواني فخلاص خدته فهي دي بتسوي دي سنة يعني الكدر ده أنت تقصدي به بالعين العين بتلقط ولا بكاميرا فعالية العين هي الكاميرا العين هي الكاميرا والكدر ده بتبقى الصورة جوة موخي أنا بقى بنسميه مساحة الفهم أو وحدة التركيز اللي هي كان كلمة في اللقطة يعني أنا عندي سطر 12 كلمة تمام أنا عيني ممكن تلقط كلمة وتقف وتثبت وتلقطها زي الكاميرا بالزبط وتتحرك وتنقل الكلمة اللي بعدها تمام فأنا بتخيل يعني أنا النهاردة عشان أذود سرعتي وأبدأ أن أنا خلي العين تلقط بسرعة بخليها تلقط عادة كلمات أكبر وتتحرك بسرعة يعني أنا الوقفة دي بتاخد من ربع ثانية لدقيقة ونص فأنا النهاردة لو قارئ بطيء هقف ربع ثانية على الكلمة وبعدين أتحرك فأنا عملت كم كدر في الدقيقة أربع كدرات أو ممكن يكونوا كدرين لو أنا قارئ بطيء الكدر قارئت فيه كم؟ كلمة واحدة طب أنا لو قارئ سريع هل قطلت كلمات وها مثلا هتحرك أربع كدرات يبقى 12 كلمة طيب أنت بتضرب العين على الكلام ده إزاي إن أنا ما بسبلهاش اختيار يعني اللي هي فكرة إن أنا بضرب العين عنها طلقت الحاجة بسرعة بعملها حاجة زي الوامضغط يعني حضرتك لو مثلا حاجة زي الترايد ميل كده أنا لما بمشي على سرعة التسعة ببدأ آه شوية هتكعب بس خلاص ماشي بالسرعة دي فبتبقى حاجة عبارة عن برامج أو ممكن حرك مثلا توري كرت وتختفي بحيث إن أنا بضرب العين على الوامضات ببدأ إن أنا أضربك مثلا إن أنا الكلمة هتظهر في جزء من السريع جدا وتختفي فبتبدأ إن العين تتضرب إن هي تلقط الكلمة بسرعة يعني الموضوع بيجي بالتدريب وإحنا لو حتى بدأنا في بطء شوية في الكراءة بعد كده بيحصل سرعة تمام إن أنا بضرب عيني فما بتغطنيش حلو جدا أنا حبا جدا المهارة دي وعايز أتعلمها أقدر إني أتقنها في وقت قد إيه حسب التدريب نفسه يعني هي ممكن إحنا كان في يعني مراكز ومواقع إلكترونية ممكن بتضرب العين مثلا في ممكن يعني شهر أو حسب المدة حسب تدريب العين تمام بالإضافة إن هو الفكرة أنا مش هتضربها في قد إيه أنا الفكرة إن أنا أول ما ببدأ التدريب بيكون سرعيتي في القراءة كامل ببدأ حدريك بتديني نص وبشوفك قرتي في وقت قد إيه بقيسك كلمات على الوقت حدريك كده اتضربتي القراءة السريعة بتخليني أفكر بسرعة وأخذ قرار بسرعة لأن أنا بنمي قدرات الزهنية ففي الوجه الثاني يعني أول حاجة أنا بخليك بسرعة المعلومات دي توصل لعقلك لأن أنت أصلا ما بتقراش بعينك يعينك دي مجرد ناقب يعني فبالتبعية العقل عنده مهارة أنه يقدر يفكر في أي موضوع بسرعة وياخد قرار صحيح بسرعة طبعا لأنه هي دي من الحاجات تنمية المهارات الزهنية يعني إحنا كنا بنمرانها أنت لو قالك إلعب صدوك وإنت كل يوم بتشغل عقلك بتنمي قدراتك الزهنية كأنك بتلعب رياضة كأنك بتروح للجيم كل يوم فعضلات بيسمك بتبقى أفضل فنفس الفكرة بس على المخ عن طريق القراءة لأن أنا بشغله بسرعة بخليه استوعب بسرعة إيه اللي ممكن يكون شايفة أنه عيب وممكن يكون هيتصلح مع الوقت تكونوا مثلا أنتو كناس عندكو خبرة في هذا الأمر تشتغلوا على العيب ده بحس يعني يتلاشى مثلا هو حضرتك هي الفكرة أن أنا في سوق استخدام يعني مثلا فيه من الحاجات الانتقادات اللي بتوجه يقولك أن هي ما بتخلناش أن إحنا نستوعب كويس أو أن إحنا ممكن يحصل سوق فيه أصلا أنت هتقرأ 3500 كلمة أكيد هتفهم غلق تمام؟ في القد إيه في دقيقة 3500 كلمة في دقيقة في ناس توصل لكده وفي ناس توصل أعلى من كده طب فاطمة بقى شطرة البلد شطرية ناسطر من الولاد هي تكمل يعني والله هي مهارة كويسة جدا وهتفدنا بس يعني لو جينا نقارنها بالقراءة العادية هل مستوى ومقدار الفهم والاستيعاب والتركيز نفسه هيبقى زي القراءة العادية أنا بقي استقادم في حاجتين بتقرأ كم كلمة في دقيقة واستعابك كم في الماء مفروض ان انت استعابك يزيد طول ما انت بتتمرم بس إيه حاجتين يعني مفروض ان انت بتزود استعابك لازود حاجت انت بتشتغل على الحاجات دي كلها هي الفكرة ان انا الاول خلاص يعني انا الفكرة الكلمات محبوصة بين السطور انا عايز عيني تاخد الكلام ده يعني الفكرة العين دي هي اللي بتعطني فانا بدربها انها توصل لها المعلومات انا بشتغل على العقل فممرني العقل يعني حضرتك بتقدري تجري فهل حضرتك لما تقدري تجري هتقدر كفقتك في المشي تبقى زي الشخص اللي اصلا بيمشي بالعافية اكيد طبعا احسن منه فالفكرة انا بنمي مهارات يعني الفكرة مش ان انا الواحد هتجيب واحد عادي هيقرأ بسرعة وهيقرأ بالراحة انهي احسن لأ انا بدرب عندك مهارات وبنمي عندك قدراتك الزهنية تفكيرك بيبقى سريع جدا عشان تقدر ان ان انت يعني احنا عارفين يعني هتنم مين يعني انا لو بتكلم بالراحة هو في ايه نحن نسيتك اصلا انما انا ما هو ده تكلم هتبدأ حارك تركز شوية طب بتكلم بسرعة قوي بقول كلام مهم لا حارك هتبدأ تركز طب انا هتقولي كوباية نس كافية استوب هتقولي فانت كل ما بتبدأ ان انت تشغل عقلك اسرع واسرع دي بتبقى افيد لك جدا في حياتك عمومة وهنحاول كمان نستغل الوقت في ان لا احنا لو قرأنا مثلا كتاب في ناس بتقرأ كتاب في شهر او شهرين من خلال الكراءة السريعة لا هيخلص يعني اكتر من كتاب في الوقت ده وده افيد يعني وازيقول لك انا الفكرة ان انا ما بشتغل على الكراءة السريعة انا اتكلمت عن مراحل الاولانية لان انا بعمل كل حاج يعني انا نهار ده بزود عندك حصيلة الكلمات يعني احنا عندنا فيه بادئات ولاحقات في اللغة يعني مثلا انا كلمة في الانجلش خلاص عارفة ان هي علم سايكولوجي خلاص فهمتها فانت مش محتاج تترجم فانا ما زود حصيلة الكلمات ودي طبعا بتحصل من كتر القراءة تمام ببدأ اقول لك استراتيجيات يعني احنا لأسف احنا بنتعامل مع الكتاب امسك الكتاب افتحه وقعد اقرأه شكرا طب انت وخلاص بقى ومش فاهم حاجة وتايف لكن لا انا بعلمك استراتيجيات معينة عشان تبدأ تتعامل مع الكتاب ابدأ اقرأ اسئلة ابدأ افهم الكتاب اقرأ الفهرس حط اسئلة وحاول تجاوبها فخلاص فانت عامل عملية اعداد عقلي فبدأت يبقى عندك تكامل في حاجة اسمها التكامل الخارجي يعني انا النهاردة مثلا بقرأ كتاب مثلا في التغذية طب معنا اصلا متخصص التغذية بس بقرأ ليه لان احنا كل ما ده العلم بتطور فانا عندي معلومات فببدأ اعمل الاول ايه ابدأ احضر المعلومات اللي عندي انا عندي كذا وعارفة كذا وكذا فحطيتي بقى انا عملت التكامل الخارجي فالمجرد ان المعلومة ظهرت قدامي ببدأ خلاص احطها مع الموضوع فببدأ اربطها فبتبقى اقوى عملية التخزين ازاي نخزن المعلومة بشكل افضل لان طبعا يعني كل ما يخزن افضل كل ما قدر اعمل استداءة اكتر عملية التخزين نفسها هي اهم حاجة طب عملية التخزين دي لها مهارة يعني معينة من ضمن البرنامج بتاعك يعني فكرة تدريب عيني على الاراة بسرعة دي لها استراتيجية فكرة التخزين وثبات المعلومات دي لأطول مدة ممكنة على الرغم من القراءة السريعة دي يعني انتي قلت ارقام بالنسبة لي رهيبة جدا فايه المهارة اللي المفروض اعملها بالنسبة للتخزين هو احنا عندنا في كذا منهج فهو منهج توني بوزان توني بوزان ده اللي اخترع الخرايط الزهنية فطبعا انت النهاردة هي الفكرة انت خدت المعلومات شكرا على كده يعني انا النهاردة مثلا عايز اوصل لحضرتك معلومة انا واحدة رغاية قوي انا كبيرنا جيت والعجلة نايمة بس من الاخر كده في حضرتك بتقول الاستاذة هي بصي هي العجلة نايمت منها فاتأخرت فانت عايز المعلومة مش عايز الرغي كتير قوي ده حشان كده حتى لما حريك بتقول اننا النهاردة ليه قراءة ان اقرب صوت عالي للكلامة انا مش موضوعي اصلا ده احنا ما بنتكلم على الاخطاء اللي هي قريدي بتحطلنا ان انا بقرأ كلمة كلمة وعايز افهم معنى كل كلمة يعني ذهبنا الى حديقة القذر انا مش مهم عندي حديقة القذر انا الفكرة ان انا عايز افهم ان انتو روحتوا جنينا انا وكيكون مش من البلد اصلا واتبسطت واركبت فانا عايز اوصل المعلومة فانت خلاص بتركن الكلام وبتبدأ ان انت تحولوا بقى المعلومات تعيد صياغتها تعيد صياغتها وتبدأ تكتبها باسلوبك انت التلخيص اللي كنا بنعمله زمان في ورق لما نيجي نترأ كتاب ولا حاجة فبنلاقي فعلا فيه زي ما كنا بنقول كده بالبلد حشو كتير فبنيجي نلخص كل الكلام للمعلومات المهمة اللي احنا عايزينها فاعتقد دي فكرة حضرتك في التخزين تمام فانا انا قريدي ببدأ ان انا ممكن نعمل ليا الخريطة الزهنية زي المخطط بتاعنا اللي بيجايبينه بس انا بستخدم اكبر عدد من الصور لان الصورة بألف كلمة وقل عدد من الكلمات خلاص حولتها الخريطة الزهنية بصيت فيها افتقارت كل حاجة لان هي مرتبطة بقى خلاص بمعلومات كتيرة عندي فيه برضو ان احنا عندنا حاجة ان انا عندي العقل بتكون من فصين فص ايمن وفص الايصر فيه جزء بيكون مسؤول عن المعلومات والحسابات وجزء تاني مسؤول عن الالوان والخيال كل ما بربط الاتنين ببعض كل ما بدأت ان انا احفظ يعني انا قريدي ببدأ اعمل نغمة ورزم للمعلومة بدأت احفظها بشكل افضل فاحنا كده بنشتغل على حتة التخزين والتخزين بالشكل كويس فده بيسهل لاستدعاء طالما المعلومة سهلة عندي في الاستدعاء خلاص هستخدمها وهوظفها بشكل كويس جميل جدا طيب لو عندنا اولاد عايزين نعلمهم مهارة القراءة السريعة نبدأ من سن كم؟ من اي سن طالما بيتقن القراءة احنا الفكرة ان احنا اهلين عجوهم عملوا معنا ايه عرفت يا ابني ادي الف وبيه ان الف بيه تي خلاص حفظت ان كلمة اسد طيب انت فهم الكلام تعال ندرس ما وقفنا عند مرحلة الحبي مش هقول لحضرتك الماشي زي بالزبط النهاردة انا شايف حضرتك بتتنقلي ما شاء الله كويس جدا وقدرة تروحي وتيجي حلوة قوي بس طيب انت ممكن تجري لا مش موضوعي بقى ما انت هتروحي تقضي مشاويرك فاحنا المفروض ان احنا ما نوقفش بولادنا عند مرحلة القراءة العادية لا ابدأ اوصلوا لمرحلة القراءة السريعة بان انا ادربوا بقى ان انت ازاي تقرأ لان احنا محتاجين جدا 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 دلوقتي اننا نقرأ اكبر كم من المعلومات في عز الكل شوية ابحاث والعلم بتطور بشكل سريع بتلاقي الكتاب بعدها بسنتين تلاتة بدأ يطلع التحديث بتاعه فاحنا محتاجين ان احنا مطور العادية حضرتك بتقولي ان الاهالي يعلموا اولادهم مهارة القراءة السريعة هل سهل اصلا ان هم يعلموا عليها هي بتكون متاحة من بعض المدربين بالاضافة زي ما حالك هي بيكون فيه برامج يعني الكترونية بتساعد على كده يعني زي ما حالك هو بيبقى مرحلتين اول مرحلة ان انا بضرب العين ان هي يعني طلقت الكلمة بسرعة اهم نقطة ان انا يعني اتجنب السلبيات اللي للأسف اهالينا خلونا بنبطق القراءة بيها اللي هي ايه القراءة بسرعة الهمس يعني انت النهاردة انا عمالة بضرب عينك فانت بتبطقني لسرعة الهمس دي حاجة غلط تاني حاجة ان انا ابدأ ان انا اللي هو القراءة كلمة كلمة هقوله لأ حاول تفهم المعنى وعلى فكرة يعني الحكاية دي بيستخدمها مولادنا في المدارس اللغات وكده ان هو بيبقى السؤال بالانجليش ما شاء الله يعني عايز حد في القادة بالانجليش عشان يفهم السؤال عايز ايه بس يقولوله بص افهم الكلمة دي لس زين ومور زين خلاص هو عايز اكبر منه اصغر منه او شوف العلامة وخلاص فانا النهاردة بعلمه لدي ان هما يفهموا المحتوى وممكن يرجعوا تاني للمعلومة لان انا الفكرة ان انا مش خلاص ماذا الحقيقة قلبت الصفحة صفحة وتقلبت زين بيقولوا لأ انا عندي استراتيجيات في القراءة بفهمه ازاي استراتيجيات القراءة فانت رايح جاي في المنهج انا اصلا نهاردة مش بس على قد النهاردة خلاص حفظت ده انا برجعه يعني انا حتى لو بذكره واتقنته بابدأ ان انا اخر اليوم ارجعوا باجي بعد اسبوع برجعوا برجع بحل اسئلة بابدأ افهم واسأل ايه من كان كتابه استاذه فخطأ اكثر من صابه يعني ابدأ اسأل طب الكلام ده صح فالكلام ده كله مش على قد الكلمة لا احنا نهاردة بس انت عايز تحرر المعلومات دي اللي ممكن تكون متكررة فاكتر من مكان وتبدأ توصل للمعلومة وتبدأ خلاص انت خدت معلومات تبدأ تتعامل مع المعلومات دكتور وللأسف احنا قلتنا خلص بس عند سؤالين عايز اجابتهم بسرعة جدا للسؤال الاولاني جزء ان القراءة متعة هل دكتور مروة بشكل شخصي كده لما بتقرأ رواية بتقرأها بالقراءة السريعة ولا بالقراءة العادية اللي هي الهادية لا طبعا القراءة السريعة قراءة السريعة وبتستمتع جدا لان انا ببقى عايزة عايزة اوصل للرواية فخلاص بحس ان انا يعني خلاص بقى معددش طبعا كالرواية مش تاخد في ايدك يوم طبعا يا شاء الله طب السؤال الاخير نقدر نحط القراءة السريعة تحت عنوان كبير طبعا بعيدة عن ان هي فيها مدى ثقافة ومعرفة كبيرة جدا لان القراءة بشكل عام كده لكن القراءة السريعة اقدر اقول ان هي ادى من ادوات تنشيط المخ او تنمية مهارات العقل نقدر نحطها تحت العنوان ده تمام افضل وسيلة كمان لان هي موجودة في كل حاجة في حياتنا واستحالة ان اي حد ما اقراش شكري جدا دكتورة مروة زاكي مدرب معتمد في القراءة السريعة نورتينا وشرفتينا وحقيق بشكل شخصي اعتقد اننا استفدنا جدا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك يا حرك شرفتينا ونورتينا ونلتقي قريبا تاني بإذن الله شكرا لحضرتك شهديني الكرام فقرتنا الاولى خلست لكن الفقرة التانية معانا بطلة في السباحة